قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إن من لجأ للقتل أو حرد عليه أو شارك فيه لا مكان له في الحوار الوطني وأضاف رشوان خلال جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديميات الوطنية للتدريب أن هناك إقبالا كبيرا من فئات الشعب المصري لمشاركة في الحوار الوطني من لجأ للقتال أو حرد عليه أو شارك فيه هو ليس على قاعدة هذا الحوار على الإطلاق لأنه لا يعترف لا بشرعية هذه الدولة ولا بدستورها وهم الأساسان اللذين يقوم عليهم الحوار لأننا لا نسعى لبناء دولة جديدة بل نسعى لبناء جمهورية جديدة أساسها الدستوري المتماسك بدستور 2014 وشرعيتها مؤكدة لدى جمهور شعبنا الذي خرج في الزكرة التاسعة من 30 يونيو ونحن هنا جزء كبير من تحالف 30 يونيو وهذا الحوار كما ذكر من قبل في أكثر مناسبة هو إعادة اللحمة لتحالف 30 يونيو ترجمة نانسي قنقر